بأكثر من 20% أسعار الأدوية تسجل ارتفاعا في صيدليات النجف فبالرغم من تهاوي المؤسسات الصحية الحكومية وافتقارها للأدوية الضرورية جاء هذا الارتفاع الذي يقول عنه المواطنون بأنه دق مسمارا آخرا في أجسادهم الفقير راح وعبد ما يقدر لا يقدر لمريضة ولا يقدر كل أسعار الصيدلانية لا ما عندك مليون دينار ذات شابه المستشفى ما للدولة كل شي ما يطيك تطب لي يطيك ورقة وحال الله محمد وعليوك روح إلى الخارج ارتفاع أسعار الأدوية أو كرة النار هذه لا علاقة لها بالصيدلانيين وأنهم غير معنيين بتحديد الأسعار هكذا تؤكد نقابتهم في النجف محملة وزارة الصحة والحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية لا سيما المستوردة بالدولار والتي يدفع المحتاجون ثمنها مهما كلفهم المعلومة الأولى أن عملية تسعير الأدوية هي خاصة حسب قانون رقم 40 لسنة 1970 هي مصلاحية وزير الصحة حصرا فنحن منزمين بتسعير تصدرها الوزارة والمفروض أن يكون استكرا على كل مادة دوائية متداولة بالسوق العراق عام 2021 لها عمسة ارتفاع الدولار نتمنى من المواطنيين يعني أنه يضغطون على الدولة ليس على الصيدليات لأن الصيدليات ما أبيد هالشي سواء بجشع أصحاب الصيدليات أو يعود للقرارات المركزية في بغداد يظل ارتفاع أسعار الأدوية في النجف لا سيما المنقذ للحياة عبءا إضافيا يحمل أوزاره المواطن نفسه قرار رفع صرف الدولار كان خاطئا هكذا يرى الصيدلانيون القرار الحكومي داعينا إلى تحديد سعر ثابت للأدوية أو تسعيرها بالدينار العراقي من النجف الأشرف محمد رزاق قناة التغيير